من اول ما احنا بنوصل ل 18 سنة نقدر نستخدم الكريمات اللي بتمنع ظهور التجعيد وناخد بالنا من نقطة مهمة جدا الاستخدام الكريمات ديت هيأخر شوية ليه؟ لان انا بعمل عملية تعويض ولكن لو انا بعمل حاجة اجريسيف اكتر او بشكل اقوى اكتر لا الكريمات بش هتبقى عارفة تعمل دورها بشكل فعال يعني بعض الناس بيبقوا محتاجين ان هما يستخدموا ال إكسبريشنز او التعبيرات بتاع ترشهه بشكل كبير قوي زي الممثلين المصرحيين الممثل المصرحي دوت لازم هو واقف على المصح اخر واحد في الصالة يبقى شايف التجعيد بتاعت رشه يبقى شايف التعبيرات بتاعت رشه دول هتلاقيهم بيستخدموا دايما المصلز عندهم او عضلات رشههم بشكل كبير قوي عشان يديك التعبير بتاع الغضب او التعبير الفرحة ويوصلك بشكل كبير قوي فالناس ديت هيظهر عندهم التجعيد في سن اصغر هيظهر عندهم التجعيد بشكل اكبر هتبقى محتاجة اجراءات بشكل اكتر لان هي عندهم الوضع مختلف شوية لو انا بستخدم تعبيرات الوشية بتاعتي بشكل كبير قوي يبقى انا هختاج ان انا لا الكريمات مش هتبقى كافية برغم من هي هتأخر شوية لكن مش هتبقى كافية ده مش كده وبس ناخد بالنا كويس قوي ان بعض الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها بالخطأ واحنا مش عارفين يعني ان حضرتك يبقى يبقى نظرك ضعيف لو انا نظري ضعيف البس النظارة طبعا انا نبسش النظارة هتطار ان انا ظهر على عيني او ابتدي اركز او استخدم بتاعة وشي بشكل كبير قوي فالتعبيرات ديت هتخلي عندي المسلز او عضلات وشي تستخدم بشكل اكبر فبالتالي التجعيد تظهر بشكل اكتر يبقى انا لو عندي مشكلة في النظر لازم اصلحها ما استناش عليها ده مهم جدا بالنسبان لو انا عندي مشكلة في الاعصاب لازم ابتدي اخد العلاج بتاعها لان الاعصاب بتقصر بشكل كبير قوي على العضلات عندي بالاضافة لان استخدام مواد التجميل اللي هي الميكب بشكل مبالغ فيه بتؤثر بشكل كبير جدا على ان هي تترصب داخل الطبقات المتوسطة والداخلية للبشرة وبتؤدي لان هي توصل لمرحلة العجز او ظهور التجعيد بشكل كبير قوي لان هي بتقصر بشكل مبالغ فيه على طبقة الكولوجين والاستن اللي موجودة في بشرتنا ودول المسئولين على ليونة البشرة واعادة نظارت عشان كده دايما بننصح استخدام الميكياش في قضيق الحدود بان احنا ما نستخدمش مواد او مستحضرات التجميل دي عمال على البطال ان احنا لما هنحطها نحطها لفترات قليلة جدا مش هنحطها لفترات طويلة ان احنا لما نحطها لو مضطرين احنا نحطها ما نعودش بيها في جو شمس يعني تحطهاش وتنزلي تقودي في الشمس او تقودي على البحر لا ده مش صح ان احنا لما نحطها لازم نشيلها بشكل كويس قوي قبل النوم ونستخدم اموزيلات الميكيب بشكل كويس ونحط بعدها كريمات للترطيب علشان نعود النتائج السلبية اللي بتتكون عن طريقة